اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا منشار الاركت سكرول سو هو منشار الفن والابداع بدون شك اداة لها مكان ومكانة مختلفين عن باقي الادوات التانية في اي ورشة لانه الاداة الوحيدة اللي ممكن تنتج منتج كامل ده غير انه برضو هو الاداة الوحيدة اللي ينفع تعمل منها مشروع مستقل يعني يبقى هو ورشتك ما ظنش ابدا في اداة تانية ينفع يتقال عليها كده منشار اركت وشنيور صغير وقلم رصاص وانواع مختلفة من اسلحة المنشار وحتة صنفرة وبقى عندك مشروعك الخاص اللي تقدر تكسب منه او حتى ترضي هويتك في انك تعمل حاجتك بنفسك همتكلم النهاردة عن اساسيات منشار الاركت او منشار النمازك او المنامنمات او المكتات حسب بقى الشغل اللي هتعمله سميه يلا بنا نبدأ مع بعضينا ايه هو منشار الاركت الكهربي هو تطور طبعا لمنشار الاركت العادي اليدوي واللي كنا بنعتبره معجزة واحنا صغيرين في المدرسة حيثة التربية الفنية ولو انت هاوي بقى شغل الاركت عموما ونويت خلاص تشتري منشار الاركت بعد ما تعبت مع المنشار اليدوي او حتى قرارت يبقى عندك منشار اركت كهربي لازم تشوف حلقة النهاردة للاخر نبتلي بقى اول حاجة نشرح مكونات المنشار عموما طبعا المطور السطح المستوي زرار التشغيل وساعة في الغالب بيكون هو نفسه زرار التحكم في السرعات لمبة اضاءة مكانزم تغيير زاوية الميل منفاخ الهوى مكان تركيب الاسلحة طبعا ممكن تختلف المكونات دي من موديل لموديل يعني فيه موديلات السطح المستوي ده بيفضل ثابت واللي بيميل هو الجزء المتحرك اللي فيه السلاح ممكن يكون بدون جزئية نفخ الغبار او ان زرار السرعات عبارة عن دواسة تدوس عليها برجلك وهكذا انما في الغالب دي الاساسيات اللي بيتكون منها اي منشار اركت انواع سلاح المنشار كتيرة جدا حسب السمك وعدد السنون والخامة نبدأ بقى نركبها في مكانها ونبدأ نشد الجزء المتحرك طب انا اعرف ازاي ان الشد كده كويس او ان السلاح مربوط بقوة انا لما بركب السلاح بشده بطرب صباعي واسمع الصوت الجميل ده من الصوت ده بقدر اعرف درجة الشد المناسبة المهم انه مايكونش مشدود قوي فيتقطع بسرعة او ضعيف قوي فيكون مرن وهو بيعدي في الخشب طبعا للسلاح لوت الجه معين في التركيب طبعا لازم السنون بتاعته تكون بصل تحت طب دي ايه امين هيدقق قوي ويشوف السنون بصل فوق او لتحت انت تمسك السلاح بالطريقة دي وتمرر صباعك على السنون من فوق لتحت لو خربش في صباعك تبقى السنون بصل فوق لو صباعك عد عليه بسهولة بالطريقة دي يبقى السنون بصل تحت وتركبه بنفس الوضعية دي السنون بصل تحت بعد كده بقى تبدأ تدرب نفسك كويس قوي قبل ما تبدأ تشتغل فعلا يعني حتجيب قطعة قبل كاش او mdf يعني او الصمك اللي بنشتغل عليه بيكون ما بين 3 و 9 ميلي لو اكتر من كده بيكون مرهق على المطور والسلاح انه ممكن يقص معاك خشبة لحد واحد بوصة عادي جدا ترسم بقى على الخشبة اللي هتتمرى عليها انواع مختلفة من الخطوط خط مستقيم زجزاج بزوايا زجزاج منحنيات تتدرب كويس لحد ما تلاقي ان ايدك ماشية وشغلك ماشي مظبوط على الخطوط وطبعا احنا بنحط الخشبة بس قدام المنشار ما تزقش الخشبة ابدا يا دوب تخلي المنشار ياكل براحته ما تخصبوش على الهاكل سيبو ياكل على مهله وبالهنى والشفا لو ضغط عليه هيتكسر او هيبوز الشغل بعد كده بقى تبدأ تتدرب نفسك على انك ترسم دواير او اشكال بيضوية وطبعا في الاشكال الدائرية او البيضوية بيكون الشغل ابتأ شوية من الشغل المستقيم على مهلك وبالراحة ونبدأ بقى اول درس في شغل الاركت هو السؤال اللي حيلزمك طول شغلك الجزء اللي انا حقصه ده هو الجزء اللي انا محتاجه ولا الجزء اللي حرميه يعني انا لو عايز اقص دايرة الدايرة دي انا عايزها هي اللي هعمل عليها الشغل ولا بس عايز افرر مكانها لانها هتفرق معاك في طريقة الشغل لو دايرة دي انا عايزها هعمل ثقب الشينيور خارج اطار الدايرة وابدأ اص لو انا محتاج افرر مكان الدايرة بس هعمل الثقب داخل اطار الدايرة وابدأ القص وازن الفرق واضح ما بين الدايرتين والنقطة دي هتبقى محاك في كل شغلك لازم تحدد ايه الجزء اللي انت محتاجه وايه الجزء اللي هترميه تاني درس معانا واعتبر برضو من الاساسيات والنقطة المهمة جدا لو انا عايز اص مربع بالشكل ده هتسأل السؤال اللي قلنا عليه انا عايز المربع ولا عايز التفريغ لو المربع هبدأ اص من برا واجي عند الزاوية القايمة وهحتاج الف بقى بزاوية تسعين لو انا بستعمل سلاح منشار دقيق جدا ممكن تبقى سهلة شوية اني اشد الخشبة على الجزء الخالي من اسنان المنشار وواحدة واحدة ابدأ الف قطعة الخشبة هي طريقة ممكن تتسبب في كسر سلاح المنشار ومش بتكون نتجتها دقيقة قوي انما الطريقة الصح هي اللي انا بسميها لوزة انك لما توصل عند الطرف تعمل دوران لبرا على شكل اللوزة وترجع تاني تكمل القص على الضلع او الزاوية التانية طب لو انا عايز افرغ بقى مكان المربع هنعمل ثقب جوه المربع ونبدأ نشتغل نقص لحد ما نوصل لنقطة التقاء الدلعين ونوقف شغل نرجع بقى اللي ورا شوية بالسلاح ونمشي بالمنشار على شكل الكيرف او ربع دايرة لحد ما نوصل للدلع تاني ونكمل شغل وبعد ما نخلص قص الاربع اضلاع بنفس الطريقة نرجع نشيل الربع دايرة او الكيرف اللي عملناها طبعا لو عندي سلاح سطواني بالشكل دا بيديني فرصة اني اتحرك في جميع الاتجاهات رايح جاي بدون محتاج ان انا ألف الخشبة لانه بيقص في اي اتجاه كمان سمكه رفيع جدا وبقدر اتحرك بيه بسهولة زي ما هنشوف كمان شوية واحنا بنشرح نوعية الاسلحة وان شاء الله هسيب لكم كل الرابط في وصف الفيديو تالت درس هي اننا دايما نبدأ بالاصغر والاديا يعني نخلص الشغل الصغير اللي في النص الاول بحيث ان انا اقدر امسك قطعة الخشبة بسهولة وبعدين ابدأ اقص الخطوط الكبيرة الخارجية ولاني قبل كده اتسألت منكم عن اسوأ اداء عندي في الورشة يقصفني اقول انه المنشار دا الموديل دا بالتحديد هو اسوأ اداء عندي في الورشة مش لحاجة وحشة فيه بالعكس هو قوي وبتاع شغل ولو عملت بحث عن افضل مناشير اركت يمكن يطلع معاك في افضل خمسة بس امكانياته غير متطلباتي وده شيء مهم جدا مش عايزك تقع فيه وانت بتشتري اي اداء الورشتك تشوف انت عايز ايه بالزبط وتشتري على الاساس دا مش اي اداء هتكون مناسبة لمتطلباتك وخلوني اوضح اكتر المنشار دا ماركت شوب فوكس تقفر في امازون وهسيب لكم الرابط بتاعه في وصف الفيديو وشوف فوكس شركة كبيرة طبعا وبتعمل ادوات كتير لكن لما اشتريته تاه عن بالي نوعية الاسلحة المستخدمة في الموديل دا انا مضطر استخدم النوعية اللي فيها علاقة من فوق بالشكل دا عشان تشبك في الفتحتين دول فتحة فوق وفتحة تحت وبلف زرار الربط دا بيشد معايا السلاح المنشار في موديلات بتكون سريعة الفك والربط بتستعمل اسلحة المنشار العادية اللي من غير علاقات السلاح العادي جدا طب ايه المشكلة لحد كده هقولك اصبر حاضر لو انت عايز تعمل شغل الدقيق جدا في نص خشبة في الموديل بتاعي لازم هتعمل خرم اربعة ميلي على الاقل عشان تقدر تعدي منه العلاقة بتاعت المنشار بزد خلاص الدقة اللي انت عايز تعملها انما في المناشير سريعة الفك بتعمل سقب ببنطة واحد ميلي وبعدين السلاح بيعديه من تحت تاني حاجة لو انا فرضا عملت السقب في الخشبة اللي هشتغل عليها بعدي السلاح وبحاول بقى وجاهد وعافر اني اشبكه في الجزء اللي تحت وبعدين معافرة تانية عشان اشبكه في الجزء اللي فوق مجربش عليكم ساعات بتبقى غلصة جدا انما في المناشير سريعة الفك بيكون السلاح مربوط في الجزء اللي تحت وسابط وفك بس الجزء اللي فوق وعدي سلاح المنشار من الخشبة واربطه في الجزء اللي فوق بسرعة فلو انت عايز منشار للاشغال العادية والدقيقة نص نص والاشغال السهلة والخشب القوي هات الموديل ده انما لو عايز منشار اركت للشغل الدقيق جدا ابعد عن الموديل ده فينا نوعية اسلحة كتير ومختلفة عن النوعية اللي كلنا عارفينها وتربينا عليها هي السلاح الاستواني او المدور عبارة عن سنون دقيقة جدا بس ملفوفة على بعضها بشكل حلزوني طبعا هي بتركب في المناشير سريعة الفك بسهولة جدا انما في الموديل ده بتركب الاول في قطعتين بالشكل ده وبقفل على السلاح بمصمرين الين صحيح وبذبط الاول المقاس بتاعهم في الفراغات دي بتأكد انها نفس المقاس واربط على المصامير فيلم كبير وممل ومن اخراج يوسف شهين كمان مفروض اصلا ان السلاح ده للشغل الدقيق جدا يعني بتدخله في الخشبة بظنطة اقل من ملي انما في المنشار ده ربنا يهدي مش بعرف ابدا نشتغل بش الشغل ده بتطلع عيني عشان عدي السلاح الاول وبعدين نركبه في القطع الحديد وبعدين نجبك القطع دي في مكانها نيجي بقى لموضوع الاسعار تبدأ الاسعار معاك من 1000-1500 جنيه وانت طالع لـ 11-20000 جنيه موضوع كبير قوي وهسيب لكم في وصف الفيديو رابط في مصر وبرى مصر الانواع مختلفة واسعار مختلفة من منشير الاركت وكمان هسيب لكم الرابط لأفضل منشار اركت في رأيي وهو ماركت دي والد DW788 كده احنا شرحنا اساسيات منشار الاركت والمثل بيقول لا تعطيني سمكة ولكن اعزمني على الغداء وهنبقى نقدم بقى جزء تاني وثالث لمنشار الاركت عشان مش عايز اطول عليكم اكتر من كده وان شاء الله في الاجزاء اللي بعد كده ممكن نبقى نشرح التركات المهمة في شغل منشار الاركت او ازاي تعمل اشكال عادية او سلسية الابعاد بشطارة امتى تستخدم المقاسات المختلفة للاسلحة ازاي اشطى بالشغل بتاعي واخلي الفينيش ممتاز ارجو ان حلت النهاردة تكون عجبتكم واستفدتم منها انه متعدي من اطلبش منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم وكالعادة مش حاصيكم على لايك والشير وان شاء الله اللي تقابعون على خير سلام عليكم ونبدأ بقى اول درس معانا في شغل الاركت وهو السؤاو وهو السؤاو وهيسيب لكم في وصف الفيديو روابط لمصر وهيسيب لكم في وصف الفيديو روابط في مصر وبرا وصل الانواع مختلفة من وهسيب لكم في وصف الفيديو روابط في مصر وبرا مصر والدقيقة النص ونص والأشغال الشهر وبعدين عافر تاني عشان أسبوكه في الجزء تاني حاجة لو فرضا ان انا عملت سطقب في الخشبة اللحنة